قرص اكم سبيت! و اهلا بي peek euch find a few videos في سلسلةっa اجلد البصات. في تِراريا على ال احد يقدر يعمل انترو كذا كيف? فعلاً احد يقدر يفكر ليعمل كلا انترو زي? ما فيش بنقطة. التوضع ما يخلنيش اخيرا في حد يقدر يعمل انترو ZBackobен. ما هي Rico comunidad وحلقة جديدة في سلسلةっa اجلد البصات في تراريا والحلقة. رقم اربعة . ولو كنت السيلة افكرك الحلقة اولى غالبنا فيها، الحلقة تانية غالبنا فيها الايف كاثولو حلقة ثالثة غلبنا فيها الايتر اوف ووللز بالحلقة الرابعة ان شاء الله هنكم نغلب بص زي الايتر اوف ووللز بس في عوالم اللي فيها الكريمزن مش الكوروفشن. وده اسمه او مخ كاثولو. احنا غلبنا عين كاثولو. وغلبنا الايتر اوف ووللز اللي هو يعتبر في التريفيا اللي هو العمود الفقري بتاع كاثولو. ويدل الوقت هنكم نغلب مخ كاثولو يا شباب. فصدك لو تصدق البص ده من اسهل البصات انت ممكن تتخيلها في حياتك. بص يعتبر تافه. الهيلس بتاعه اقل من الهيلس بتاع الايف كاثولو. انت بتقيل? لو فهم ما مهزداش الهيلس بتاعه اقل من الهيلس الايف كاثولو. فبتبص ده تقفى عشان كده لو حد يبقى لعب ترير جديد وعاوز عالم سهل. ما تروحش العالم نهائيا. نروح لعالم كريمزن. فطبيعة زي ما احنا عادينا يا شباب في اللي حلقات دي بيحتاجين اول حاجة لكم نعرفها ازاي ممكن اساسا المخ بتاع كاثولو او كاثولو. الطرق هي مشابهة جدا يا شباب لان هو هو نفس الطريقة بس ده عالم وده عالم كريمزن. فعشان تقدر مخ كاثولو محتاجة تكون بتضمر تلات اربات في الكريمزن. زي ما انتم شعبين كيمة ارب. الاورب دي هي الكوار اللي بتلاقيها كده عاملة ازاي القلوب. كريمزن هارتس قريب. انا عاملة زي القلب كده موجود في الكريمزن. انا كنت اروح دي. محتاج نكون نروح عند ده. هتلاقي في حاجة اسمها وده اللي بيطلع على الكريمزن وهتكون في حاجة الفيرتبري وده اللي بتقع من مبيت الكريمزن. تيجي عند او حتى عند اي بطل. وتكون بتحول الفيرتبري وده وتروح عند اي سواء ديمونيك او حتى كريمزن وتكون بتعمل ودي يا شباب اللي هنكون بنرسبا بيا. ودلوقتي بعد عرفتنا ازاي انه نقدر بنرسبا عن طريق الحاجتين دول. محتاجين انكم بنعرف شباب معلومات عنه من الوكيباديا. اول حاجة محتاجين انكم بنعرفها اللي هو مختلف على السنة بانه عنده مرحلتان يا شباب. اول مرحلة بيطلع لك تقريبا عشرين كريبر. لو انتم شعفين ايه هي كريبر دي يا شباب. كريبر عبارة عن عين كده هو بيطلعها. بعد ما تقتل العين دي بيبتدي يفتح القلب بتاعهم. بعدما يفتح القلب خاطر تكون بتضربه. فده الشكلا شباب في اول مرحلة بيطلع عيون بسميها اه هي بقريباس الشباب هاي. بيطلعها. بعدما تقتل كل دي عكوبوا ميتحول كثولوا من المرحلة دي للمرحلة دي. وده هي يوميا شباب وعشان تقدر تجيب تouting. دي اللي انت هتقدر تكون بتعمل بها الكريمزنايت اور. وتحولوا بقى تقدر بتجيب به ده الطريقة الوحيدة بتقدر تجيب بيها اكتشو سمس انك تكون بتقتل الباشدة اللي هو البرينوف كاثولو. ودولة عايقون بفهمكم ايه الفرق ما بين البرينوف كاثولو في العادي كلاسيك وبين الاكسبرت والماستر. في الاكسبر بقول للشباب اولا البرينوف كاثولو معناها انه بيزيد سبعين في المية. من الف ومتين هيلس الالفين مية خمسة عشرين هيلس. طبعا دي زيادة ضخمة. في مرحلة تانية او ما يخش في مرحلة تانية بيبتدى هو ويطلع منه صور. بسميها كده او فالميرور ايمجز دي هتبه تلاتة. بدلا ما كانت اتنين. وفكر ان هو كل ما هيلسه بيقل كل ما الصورة اللي هي الميرور ايمجز دي بتوضح اكتر. فانت مش عارفت ايه بتبقى فرق مين هي الصورة الاوضح. لكن بيقدر نشوف كل حاجة دي على ما بيشوفكم تفهمكم ازي تده تغربوه تافح جدا البوس ده. وقاميشة بالنسبة لماستر مود. فالماستر مود بيرينوف كاثولو بياخد تقريبا سبعة وعشرين في المية. فبيطلع من الفين مية خمسة وعشرين لالفين سبعمية وتسعة. ويبردو حاجة من هنا طبعا يا شباب النوتس هي موجودة في الوكيبيديا. اللينك الوكيبيديا في الواسطة لانت عاوز تكون تشوف النوت لكن اقول لكم بقول لك حاجة منها. عشان تقدر تجيب ويوقع يوقع يوقع النائزك لازم تكون بتغرب كثورة. لكن كثورة وحتى مش حاجة اساسية تكون بتقدم الكصة بتاعتك في تراريا. لان انت اصلا لو انت ممكن تقتل الكريبرس فكريبرس ممكن حاسة نوقع بتاعت كاثولو. فانت مش بتاعتك تقتله. لكن هو الطريقة الوحيدة عشان تقدر تجيب وتقدر تكون النائزك بيقع عندك العالم عشان تكون بتعمل وبعدد شباب بالنسبة للتبس في موجود التبس يا شباب زي ملحوظات مهمة ممكن تقراها قبل ان تكون بتحرق بكاثولو لو انت عاصلة جيت معاك اي حاجة يعني. بس انا بتلقوش انا كنت بقول لكم كلها سيحة محتاجينها وهقول لكم كل حاجة هتكون بتقدروا تعملوها عشان تتغرب موضوع مصعب يعني. اما يا شباب بالنسبة اللي هي الانجليزيات اللي هتكون بتاخدها وهي اسمه. دي هي تكون بتحصل عليه او ما تغرب كاثولو. واذا يا شباب نروح اللي هتكون بنلعب به ان شاء اللي هتكون بنلعب به بالنسبة لي الميلي لو انت ما عندك انصحك تكون بتلعب به اما او على حسب العلم بتاعك. والاسلحة طبعا صاحباتنا اللي احنا عاملين نجلة بها كل البصوات حتى الانت فانت رايش تجيب في اول مرة. جي جي على كده حضرتك انت كده عامل شغل عالي قوي. موكبرة طلع باليويو. الستار فيرو امتاز او برضو كويسة يا شباب. او حتى عندك اختيار كتير جدا من اسلحة. العب الحاجة اللي تعجبك. وبالنسبة الاكسيسورية يكون باخد الشارك توث. الكلاو. المجمى ستون. الهيرميت بوت. الوينجز. وهي بعندي هنا يا شباب زي حاجة احتياطية بحيس انا ممكن لو عاوز ابدل ده ابدأ بس كليكي من هنا يبدأ العطور. فده طبيعي حاجة احتياطي لو انا عاوز ابدل الاكسيسوري بتاعتي بسرعة. وبالنسبة الايدي يا شباب انا عملت هنا تلات طبقات كل طبقة بينه وبين الطبقة التانية يعني حداشر بلوك طول. طبعا خاطر فيها او ستار انا باطل قصدي. بس ساتيو. ونوم ستاتيو عشان اللايك عشان الحز. فده ما على الصح دي افضل يا شباب طريقة ان كتعمل بيها. ايه الان بتاعتك? بالاضافة خلي ايه بتاعتك عريض يا شباب. ما تخليش الان بتاعتك صغيرة. عشان ما تتزنقش وتموت بسرعة. لكن شباب اهم الجزء اسم في الان ده هو الاودة دي. الاودة دي بما على الصح هتكون بتحط هنا سرير. طبعا الاودة تكون مساحتها على اقل تلاتين بلوكة. تكون تحط سرير هنا وتدوس على كليكي مين بحيس انك تعمل بحيس لما تكسر القربية تحتها تتكسر القلوب تحت تقدر تطلع طول موجود عندي فوق هنا وتقدر تحاربه فوق بعد ما تحاربه تحت. الحاربة تحت عادي لتمكن الناس تحارب بننف كاثولو في تحت الارض عادي جدا شباب. يعني دي حاجة مش غلط. لكن احاب نفضلوا ان حاربوا فوق الارض عشان فيها مساحة كبيرة تقدر تعمل انت عاوزوا ايه معي. ودلوقت شباب محتاجين ان يكون بننزل تحت ندور في الكهوف على القلوب اللي هنكون بنكسرها. فلازل تكون جايب معاك عشان تبقى جاهز انك تكون بتفرقع. يا اوه ده في قلوب كتيرة هنا. اوكي جميل. اعطاك شباب السلن البص ده من البصات اللي ممكن ترازبينها اكتر مرة لو كنت تكسرت مسلا ست قلوب مرة واحدة. ممكن البص ده يترازب المرتين. وانا برضو مش افتاكد معلومة دي بس انت راد تشوفها في الوكيبيديا وتكون بتقولولي اول قلب. يلا. وقع على المسدس. مش محتاجينه. اقتل باشا اقتل باشا اقتل باشا اقتل باشا اقتل باشا اقتل باشا افخو. نايس. وبعد كده تاني هنا. ادي واحد ادي اتنين. ونكسر ده برضو ده. بوم بوم. نايس. وقعي. ايه اللي بقع على الاندر تيكر. اي شيء وبعد كده هنروح بقى نكسر قلبي من الموجودين هنا. وبعد ما نكسر ارجع على طول على فوق. او ايابة اهو. دول الوقت شباب بكل بصوتها شايفين دول دول بسم الكريبرز. هتكون بتاقتل الكريبرز دولهم اعطيكم من عشرين كريبرز. سهلين جدا. فكرة ما امرش حاجة. انا واقف. انا واقف مكاني اهو. بصوا انا واقف مكاني. انا واقف مكاني. واول من الاخر واحد. يبقى هيكون بيفتح عينيه. بلك يا شباب بعد ما نكون نقتلو بصوا. هيبتدي يطلع نسخ لي بس استنوا. هنقل الدم شوية بس شوية. نقل الدم محبة. يا شايفين نسخة بتطلع? خلي عينكو على او حتى الماب اختفت. اوو. دو غيروها. كان النسخة الحقيقية بتظهر على الماب. بس بصوا هتلاقي نسخة حقيقية اثنان هي اكتر وضوحة. لكن كل ما دمه بيقلي كل ما النسخة التانية بتوضح اكتر. فيمتوني? بس احنا على مين بالدمج. شايفين الدمج? النار. شايفين النار بتطلع منين? اهو من هنا. نايس. يعني شايف اقول لكم اي موضوع التافة. التافة. وبنزل الشباب لي الماجيك كلاس او الميش كلاس يكون نستخدم ان شاء الله. ده افضل ارمور ممكن تستخدمه. هنجو باستعمل دمهم متازة صراحة بس نشيل السلحة بتاعتي ميلي الاول. بس هنجو باستعملش حتى هو اللي عمل كل شغل يعني الله. هجو باستعمل ان شاء الله ده رقم واحد. ده رقم اتنين باضافة ده رقم تلاتة. ده نستعمل او لو انت يدير تتحصى عليهم قبل البص. وكلة كت تاني مرة بيقلميج. اياه طبعا نشوف بقى ميج الفايل سون هيعمليه معايه. بس فيك الفايل سون ده مش بتجيبه غير فيك الكوروبشن. فطبعا نجرب الروبي ستاف عشان نبقى فير حبة. من اللي هيكون بيلعبوا البراينوف كاثولو في الكوروبشن مش هيكون معامل الفايل ستاف. فنخينا نلعب بالاسلحة اللي هتكون معك. نايس. جي جي. وبالنسبة يا شباب للسامنر كلاس ان شاء لكم نستعمل الشادو هلمت مع 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 ان شاء الله بعد الفايلس ده هنكون بنعمل جديد للسامنر والهو ابسيديون امور لكن لمنتا لسه هتكون بتحارب البراينوف كاثولو مش هتقدر تكون بتعمل ابسيديا امور من غير ما يكون معاك التشو دي اللي هي اسم بتجيبها البراينوف كاثولو. بالنسبة وانا اشوف ده ابي جيل بتدلعه. بالنسبة لو انت عاوز تعرف مين هو اللي نسخها الحقيقية هتعرف من العلامة اللي موجودة بسبب الكورباك ده يا شباب. فناس كتيرة بتاخدوا الكورباك معاهم ولما تيجي تضربوا يبين على العلامة. فاللي عليه علامة هو الشخص الحقيقي بكل فساطة. فده ايزي مود بالسامنر. فعلا ايزي مود بالسامنر. عروفة شايفك يا باش شباب كنت ع組 تهرب مني. مش انopod تهرب مني. مش انطاعه تهرب مني. تعه لكل اليوم حضرتك. تع attained كل يوم الحديل. ده انا حتى من غير ما يكون معي بويزي. تعه لكل اليوم. ولا لو كنت معي بويزي تعملت ايه? مع السلامة symmetrical. مع السلامة. ايزي مود يا شباب بي السامنر. السامنر دلعه. اني دعو ن ligneزي المود. ده فعلا عن مك Verse音س test weiter. سوف يحدث في ايه? والل可愛ة شباب انتamation ببقرين ان اكتر من كده يا شباب. لان انت هيكون معاك الميني شارك. هنكون نحبي الميني شارك. وبيه التنجسين بوليتز. فبدنا معاك الميني شارك خلاص. ما تلقاش على اي حاجة تاني. وكل كدت اخر مرة. يا كان اه كان صعب يا شباب كده حبيتين لان اكتش عارف مين هو النسخة الحقيقية. لكن الموضوع بشكل عاهم كان سهل. الفعلا الميني شارك بيجلد اي حاجة في وشه. بيجلد اي حاجة في وشه. وده انا حاجة كنت عارفها من زماني. ميني شاركو ما بيهزرش مع اي موب يا شباب. ولا مع مبات ولا مع بصات. وبكده يا شباب تكون جلدنا كاثولو موكو كاثولو اتجلد يا شباب. وادي التروفي بتاقوة ما يفعلش نحط تروفي ولا ايه. حط تروفي ايوة كده. حط تروفي يا شباب. يبقى كده يا شباب وصلنا لي اربع بصات. ان شاء الله هنكون من الروس كده. كل البصات ان شاء الله هكون من اغلبها على الماستر. لك شباب اتمنى انا فحيكون في فيديو عجبكم. كل سبب تاعتكم استفدتم. لو عندكم اية سئلة سيبقوا في الكومنتات تحت. ايما انا هكون برد عليها اما فيه ناس بمتابعين كتيرا حرفين في تراريا يكون برضو بيرد عليكم. لو اتعونوا تواصل معي شخصيا لينك والانستجرام موجودين برضو في الوصف تحت شباب باضافة لينك السلا بالكامل لينك البوشنات لينك السيد لينكات كتير شباب لتراريا. باضافة لينك تعلم تراريا بالكامل يا شباب موجود في الوصف تحت. بتلاقوش هتلاقوا في الوصف كل الينكات يتكون بثاجة. واتمانا تكونوا كلكم بخير وبصاحة سعادة ونشوفكم ان شاء الله يا شباب الفيديو اللي قد يلا باي 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 باي.